السؤال الأول في هذه الحلقة يقول السائل زوجتي فجأة قدمت طلب التفريق بيني وبينها ورفضت الاحتكام إلى الشرع وأكلت سحتا مليوني دولار بعد أن جمدت جميع ممتلكاتي لا ريب أن ما فعلته جرم وسحت أضف إلى هذا أكلها للربا والرشوة إلى آخر ما قال طب أين السؤال يا حبيب يقول أنا لم أدفع زكاة المال المنهوب والذي هو مقتصب من طرفها بدون حكم الله عز وجل أخبرتها أن المال عليه زكاة للسنوات الماضية فهل يلزمني إثم أو يجب علي أن أفعل شيئا أقول له يا رعاك الله من شروط وجوب الزكاة تمام الملك ومعنى تمام الملك القدر على حيازة المال والانتفاع به والتصرف فيه الأموال التي كفت يد صاحبها عنها بنهب أو سرقة أو تجميد أو مصادرة كل هذه ليست أموالا زكوية حتى يرفع عنها الحظر ثم تعود إلى حيازة مالجها وتكون تحت نظره وتصرفه أخلف الله عليك وبارك الله فيه أما هي فحسابها على الله فيما فعلت إن كانت تعتقد أن هذا المال حق لها بتأويل أو بآخر فتلزمها زكاة وإن كانت تعتقد أنه مال مغصوب أو منهوم فماذا نقول لا يتوقع منها في هذه الحالة أن تفكر في الزكاة وقد أخذت أصل المال غصبا ونهبا إن كان الأمر كما تقول والمسؤولية عن دقة الوقاء والمعلومات إنما تناطب المستفتي ولا يلزم نفتي منها شيء لأنه لا سبيل له إلى التحقق من دقة وصدق هذه المعلومات على كل حال تلك قضية لا تعني كالآن في الوقت الراهن كل نفس بما كسبت رهينا هي حسابها على الله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ثم يقول لك يا رعاك الله وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران والهذا جاء في الحديث اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا لكل شيء إذا فارقته عوض وليس لله إن فارقت من عوض اللهم هدنا في من هديت وعافينا في من عمي